التغير من الكيمياءات كمية متوفرات الكيمية merciful تمام الشيء اللي عم شوفه من بره ان كان بيك لوك ان كان شاكيل ان كان رنج ان كان حتى اي شيء البنية الخارجية المنبره بالاضافة الى اتشيابس تنينتون عم يتغيروا تمام تنينتون عم يتغيروا فهي الاوسع اكتر لهاي قلت لكم وقت حكيت عن تشزون ما تشزون ما عم بيصير فيها الشغلتين هي لازم اك فس انتم بما ان الكتاب مذاكر انه هي عبارة عن فيزيكسال فخلوه انه فيزيكسال داي الشم طييم كيمیاسال دايشملار صنوز وماددالرين كماندلئي دايشير طبعان تتغير هوا ويتل مادد داخلية عم تتغير ونده وي تشکال اشو عمدي مواد جديد عمدالا عمدي اش مواد جديد مادلين كمليين ويشمسين سبب لردن بردن آتملار أراصل باغلار ويأني أو يريني يعني باغلار ألوشمس هلأ هذا اللي عم يشرحه رح نرجع نعيده بدرس الجاي بإذن الله تعالى اللي رح نحكي في عن الكيمياصل تبكيملار في عندي شيء اسمه قاعدة يعني عندي مثلا مادة A-B يعني A فلاني الأlement الفلاني B الأlement الفلاني مرتبطين مع بعضون تمام هدول المادة في عندي شيء اسمه نتيجة كيمياصل تبكيمية بيتشكل عندي الباغلار الشيء الباغلار بطهون في شيء عندي عم يربط الأlement الأول مع الثاني تتكسر تمام بينتج عندي مادة A ومادة B مادة A ومادة B ايش صار عندي هون يعني المادة لير ألوشور تشكل عندي مواد جديدة هذا كله بسمي كيمياصل تبكيمية طبعا انتو عم تاخدوه بهاي الفقر على بعنوان كيمياصل تبكيم طيب مثل ايش كيمياصل دايشم لار عم يعطوكن احتراق ترمي البيشمي الكفلنم فوتوسنتز صلونم سندرم مايالانما باصلانما كيب أولاي لار مادة لارد كيمياصل دايشم لار لاندين أول مقتدر طبعا بتعرفوا ترجمتن ولا لا بترجملكون احتراق احسن ترجمي تمام اذا معكن كتاب حطو وترجموهن اه احتراق مضروري بس تفهمون هلأ الترمي يعطوكم مثال عننا لازم تعرفوا انه هي تاب على الكيمياصل دايشم ترمي انه اي مادة اذا خربت تشركت تمام تعفنت بالأحرى الكفلان ما ترمي قريبة للكفلان ما كفلان ما هي المادة المتعفنة يعني مثلا حطيته لبن لفترة طويلة تعفن هذا منسمي صار عندي كيمياصل دايشم حطيته خفزة على جنب فيا مي ستارطابيت اول فترة بعدين بتلاحظوا ونصعف فنت ليش صار عفن كفلان ما منسميه تمام بيشمي الطبخ يعني اي شي عم ينطبخ بنسميه كيمياصل دايشم تمام الفوتوسنتيز الفوتوسنتيز كمان مثال من الكيمياصل دايشم الفوتوسنتيز والتركيب الضوئي اللي بتعمل النباتات تاخد مي تاخد كربون ديوكسيد بتعطيني أكسوجين بتعطيني باسين قزاء هذا مسميه كيمياصل دايشم صولونوم التنفس كيمياصل دايشم سندريم الهضم هدول زي ملاحظين الصولونوم والسندريم هي مشتركة بين النباتات بين الحيوانات والإنسان الفوتوسنتيز مختصة بالنبات مثلا مايالان ما مايالان ما مايالان ما مايالان ما إش هي التخمر الخميرة شون مثلا لبن تمام منوين أصله أصله حليب الحليب منو منحسن نعمل لبن منحسن نعمل جبنة عن طريق إيش عن طريق مثلا في عندي بكتيريا معينة هي اللي بتساعد بهذا الحكي هذا مسمي كيمياصال تب كيميائي أو دايشم هو تغيرات كيميائية حفظوا باسلا ما تأكسود يعني حطينا قطعة حديد تعرضت لماي لفترة مثلا نفرض إجر كرسي هو مصنوع من الحديد عم نشطف نشطف مع تفترة منلاحظ أنه صارك طبقة بالنية أو الباب أو أي قطعة ممكن تكون موجودة بالبيت ليش هيك منقول نحنا صدت صدق هو الباسلان ما التأكسود يعني تمام هدول كلهن أمسي لعن إيش الكيمياصال دايشم طبعا عن تلكون أمسي لعنن أكميين بيشمس كيمياصال بير دايشم طبخ الخبز بشكل عام يعني الحنطة وقت اللي حولناها لطحين لناها فيزيكسال هذا لطحين طبخنا أو خمرنا وحطينا برد فاصلا ما فيزيكسال فاصلا لا الصدق التأكسود شلون فيزيكسال الحديد عم يتفاعل مع الأكسوجين الموجود بالهواء تمام أو دايش ميو دايش ماء دايشي طبعا لأنه هلأ خلص بقى يرجع حديد أو مثل قبل ايش بيعملوا مثلا بيدحنوا ليش لأنه خلص صدق ما بقى يعني الحديد يضل مثله مثل يعني الصدق ما بيرجع مثل قبل نعرفتي خلص خرب بمعنى خرب طيب هذا المثال الثاني أضنون يان نص يان نا كله أشغلنا البيشم كلهم عبارة عن كيمياصال دايشم لو جابوا لكم غير أمثلة هاي بالنسبة لدول المثالين تحت اش حاطينكم حاطينكم أضعت موضع متشاركي منسمية كفلين مي أو ترمي ترمي الس سبزة لارين ميوهة سبزة لارين ترمي الس انو تخرب المواضي الغذائي كمان كيمياصال باصلان ما دامرين باصلان ما كيمياصال بيرديش تمام تحت مثلا فتيلين أو موم فتيلين يان ما احتراق كمان كيمياصال اكشيم الس طبعا اكشيم الس باصلوفية انو نفسها بتشبه الكفلين ميس انو حمضة مادة مثلا اللبن بالذات انو تحمض قوام ليش عم يخرب لانو صار فيه تفاعل كيميائي تمام صار فطريات او صار بيئة غير صحية لهيك من كب الاكلة فصار عندي غير لي طبيعة اللبن ولا هو اللبن مغزي لكن هذا التفاعل فصار عندي مادة غير صالحة للاكل مسلا ليش لانو غير لي هوية المادة اللي عندي هدول هنين الكيمياصال دي الشملار حدا عنده سؤال حدا لسه ما بيفرق بين الكيمياصال والفيزيك فيه مثال او فيه هن شي عم بيحكوا مثل الفقرة التحت بالصفحة اللي بعدها استاذ في تمام ليش عم بيضحنوا الحديد الموجود بالحديقة مثلا ان كان كراسي ان كان على هدول تبعات الكهرباء مثلا بتلاقوا العوامير الكهرباء احيانا بيدحنوا وهيك مثال ها ضايلة يعني بدون يقطع الحديد ما يكون مباشرة معرض للهواء لانو الهواء له رطوبة مختلفة يعني الهواء الموجود بالصيف غير الربيع الخريف الشتاء في الشتاء بيكون كتير رطب هاي الرطوبة بتتفاعل مثلا مع المتال الحديد مثلا اذا كان هون بيقولوا دمير فاش بيصير بيعمل لي باصلان ما تمام تفاعلات فقلنا بصايدة يعني ممكن يمنع لي شوي التأكسد اللي رح يصير هاي مطلوبة منكم وظيفة هاي الفقرة تمام ودرس اليوم اذا ما حدا عنده سؤال بقدر امهي آسا هيوا امتن بعث الوظيفة الوظيفة بعثوا ليها فورا يعني هي قصيرة اصلا هي بس تأشرولي انا هي فيزيك صال وانا هي كيميا صال تمام تمام في سؤال ولا ننهي لا آسا يعطيك العافية الله يعافيكم درسوا منيح للتست لانه رح اجيب تست ترجمة نانسي قنقر